أنا أشير إلى بيتين هما موطن الحاجة في كلامي منظومة الأنوار القدسية لمرجع من مراجع هذه الأمة الشيخ محمد حسين الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه توفي قبل سبعين سنة من مراجع النجف ماذا يقول في الموطن الذي يتحدث فيه ينظم فيه القول عن سيد الشهداء لو كشف الغطاء عنك لا ترى الكلام عن الحسين لو كشف الغطاء عنك لا ترى سواه مركزا لها ومحورا مركزا لها ضمير الهاء هنا يعود على ساحة الفيط على ساحة الوجود على حقيقة كل الوجود لو كشف الغطاء عنك لا ترى سواه مركزا لها ومحورا وهل ترى لملتقى القوسين أثبت نقطة من الحسين هنا يشير بالقوسين إلى مصطلح معروف عند أهل الحكمة وعند أهل المعرفة قوس الصعود وقوس النزول وهل ترى لملتقى القوسين يعني قوس النزول وقوس الصعود أثبت نقطة من الحسين الحسين هو النقطة التي يلتقي عندها قوس الصعود والنزول وما معنى ذلك ما جاء في أحاديث أهل بيت العصمة في مقامات أهل البيت الغيبية في منازلهم الربوبية الشيخ الأصفهاني هنا جمع كل هذه المعاني وكل هذه المداليل في هذين البيتين من منظومته التي قلت قبل قليل بأنها تشتمل على كل معاني المقامات الغيبية للنبي وآل النبي التي وردت في رواياتهم وفي زياراتهم الشريفة ما المراد من قوس الصعود والنزول بشكل موجز وبشكل تقريبي المراد من قوس الصعود ومن قوس النزول أن هذه الكائنات وأن هذه الموجودات ابتداء من العرش وحتى ما فوق العرش روايات أهل البيت تخبرنا عن عوالم من العوالم النورية ما بعد عالم العرش كل العوالم من عالم العرش إلى عالم الكرس إلى كل عوالم الغيب إلى عوالم الشهادة إلى هذا العالم التراب إلى عالم الطبيعة التي نعيش فيها كل هذه العوالم بعضها يمثل عن البعض الآخر صورة مثالا نموذجا أقرب المعنى حينما يقال بأن الإنسان هو الكون الصغير وإن الكون هو الإنسان الكبير هذه من الكلمات الموجزة المختصرة التي يقولها أهل المعرفة وأهل الحكمة بأن الإنسان هو كون صغير وبأن الكون هو إنسان كبير هناك توافق وتطابق ما بين هذه المخلوقات والحديث هنا عن الإنسان الذي يهمنا في كل هذا الحديث هو الحديث عن الإنسان وما يكون من كلام في هذه الجهة عن الإنسان يكون في سائر الموجودات أيضا لكنني أقتصر الكلام على الإنسان حين يخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق آدم على صورته وآراء كثيرة في معنى هذا الحديث وأنا هنا لا أريد الدخول في تفاصيل هذه الآراء إنما أذهب إلى المعنى الذي يتوافق مع روايات وكلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إن الله خلق آدم على صورته هناك الصورة الإلهية إن الله خلق آدم على صورته على صورة من؟ هل خلق آدم على صورة آدم؟ هل يمكن ذلك؟ إن الله خلق آدم على صورته على صورة الله هناك الصورة الإلهية الصورة الإلهية هي الصورة الكبرى المراد منها الحقيقة المحمدية المراد منها النور الأول كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه شيء ثم تكلم بكلمة هذه الكلمة هي الصورة الإلهية الكبرى وإن الله خلق آدم على صورته صورة آدم إنما هي صورة لتلك الصورة الإلهية الكبرى التي هي الكلمة الأولى والتي تتناسب مع عالم الطبيعة مع عالم الأرض أقرب الأمر بمثال آخر أنت وبطاقتك الشخصية أنت وجواز سفرك ما حقيقتك عند الحكومة حقيقة الإنسان في دوائر الدولة مجموعة أوراق الإنسان الذي يفتقد الأوراق الرسمية لا يعتبر موجوداً رسمياً في أي دولة من الدول أليس هو هذا الشيء المتعارف؟ وجود الإنسان في نظر الدولة هو وجود قانوني الوجود القانوني هو وجود اعتباري أين يتجلى هذا الوجود الاعتباري؟ في أوراق أوضح مظهر لهذه الأوراق الوثيقة الرسمية الجواز البطاقة الجنسية كل دولة بحسب نظامها أين أنت ستكون في هذه البطاقة؟ صورتك حينما يريدون التعامل معك يتعاملون مع هذه الصورة وحينما يريدون أن يفتحوا لك ملفاً يأخذون صورةً على صورة جوازك فهذه الصورة إذا أردت أن أقول بأنها مخلوقة مخلوقة على صورتك الحقيقية تتناسب مع الجواز هل يمكن أن تكون أنت بنفسك موجوداً في الجواز؟ لا يمكن لأن طبيعة الجواز هذا الحجم المحدود الطبيعة الورقية لا يمكن أن تكون أنت موجوداً بنفسك في الجواز العالم الأرضي عالم محدود عالم محدود مقيت لا يمكن أن يسع شيئاً بسعة تلك الصورة التي هي مجمع الأسماء الحسنى فهناك صورة إن الله خلق آدم على صورته وإن كانت هناك معاني أعمق لهذا الحديث فآدم هنا له دلال أعمق فقد قال سيد الأوصياء وأنا آدم الأول في خطبه في أحاديثه وأنا آدم الأول وآدم الأول لها دلال أعمق من هذا المعنى ولكنني سأتحدث في هذا الأفق الذي دارت حوله الأحاديث في الليالي الماضية فكما أنك لا يمكن أن تكون موجوداً في جواز السفر إلا من خلال هذه الصورة لا يمكن أن يكون وجودك الحقيقي بلحمك ودمك وعظمك وشحمك أن تكون موجوداً في وثيقة السفر أو في بطاقة إثبات الشخصية فتكون بهذه الصورة التي تكون مطبوعة على الورق وحينما تراجع الدوائر الرسمية يتعاملون مع صورتك وكأنك أنت وحينما تريد السفر يطبقون ويطابقون بين صورتك الموجودة في الجواز وبينك أنت لأن هذه الصورة هي أنت وأنت أيضاً الصورة ولكن بشكل آخر إن الله خلق آدم على صورته هناك الصورة الإلهية الكبرى وهي الكلمة الأولى أول ما خلق خلقهم ثم خلق الأشياء من أنوارهم وهذا المعنى واضح في كلمات أهل البيت ومن بديهي القول لمن كان عارفاً بأحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد يستغربه البعض بسبب جهله حتى وإن كبرت العمائم وطالت اللحا إذا استغربه البعض فلجهله بحديث أهل البيت وإلا من كانت له أدنى مسكة بحديث أهل البيت وأدنى الطلاع هذه من المعاني البديهية التي لا تحتاج إلى نقاش أصلاً هذه المعاني يرسلها الأئمة إرسالاً ومن دون براهين لأنها من البديهيات لا يعني ألا براهين عليها لكن الأئمة حين كانوا يحدثون أشياعهم بهذه المضامين يحدثونها هكذا إرسالاً لأنها من البديهيات لو كشف الغطاء عنك لا ترى سواه أي الحسين سواه مركزاً لها ومحوراً وسلامه عليه هو المظهر الأتم المظهر الأجمل لتلكم الصورة أقرب لك المعنى برواية وكلمات أهل البيت تقرب المعاني أكثر من كلامي ومن كلام غيري الرواية مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في كامل الزيارات الرواية طويلة أنا أشير إلى موطن الحاج الإمام يتحدث عن فترة رضاعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول الإمام والإمام يتحدث عن مقطع فترة زمانية الإمام يقول إن الحسين ما رضعته فاطمة ولا أي عنثى في فترة زمانية من رضاعته والذي يبدو من خلال الجمع بين القراءن الفترة الأولى من ولادته الإمام يقول ما رضعته فاطمة ولا أي عنثى وإنما هذا إمامكم الصادق يقول وإنما كان يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيضع إبهامه في فمه فيمصه فيكتفي بذلك اليومين والثلاثة هذه كلمات صادق وليست كلمات فيكتفي بذلك اليومين والثلاثة ثم يعقب إمامنا الصادق يقول ومن هنا من هنا نبت لحم الحسين من لحم رسول الله ودمه من دمه ما يجري في هذا العالم هو صورة لما في العوالم العالية في العوالم الغيبية وهذا المراد من قوسي الصعود والنزول هناك قوس نازل تظهر فيه صور الأشياء حقائق الأشياء وهناك قوس صاعد مراتب الأشياء النازلة مراتب الموجودات النازلة والصاعدة تلتقي في نقطة هذه النقطة هي النقطة الجامعة وهل ترى لملتقى القوسين أثبت نقطة من الحسين لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو مجمع الرحمة وحين أتحدث عن الرحمة لا بمعنى الرحمة الإنسانية الرحمة الإنسانية هذه في العالم الأرضي إنما أتحدث عن معنى الرحمة الرحمانية حين تقول الرحمان الرحيم هناك رحمة رحمانية وهناك رحمة رحيمية هذه الرحمة الواسعة التي تسع الوجود تجلت في الكلمة الأولى وكان من أوضحي مظاهر هذه الرحمة الحقيقة الحسينية وأشرت في الليالي الماضية إلى أن كلمات النبي تصرح بأن الجنة والحور العين كان خلقها من نور الحسيني من نور الحقيقة الحسينية الرواية هنا وهي تتحدث عن أن لحم الحسين نبت من لحم رسول الله وأن دم الحسين من دم رسول الله الرواية هنا أولا تخبرنا عما جرى في العالم الأرضي وفي نفس الوقت تشير إلى تلكم المعاني العميقة التي أشار إليها الشيخ الإصفهاني في هذين البيتين والذين اقتبس المعاني فيهما من كلمات أهل البيت من روايات غزيرة ووفيرة أنا لا أريد الحديث عن هذا المطلب بشكل مفصل لكنني أجعله بابا أريد أن أصل لأبين الخصوصية التي تتعلق بالحاضنة الحسينية التي كان الحديث عنها وإلا هذا المطلب يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا التفصيل ترجمة نانسي قنقر